اسمي باهي العرب النص وشاءت الأقدار نعيش هذا الصراع المفتعل منذ تأسيس بأعوام سلمه وسنوات حربه حيث كنت قياديا عسكريا في صفوف بوليساريو لمدة طويلة قبل أن أقف على زيف إدعاة هذا التنظيم كما كنت شاهدا على محطات تاريخه الملي بالتنقضات والانتهاكات الفضيعة التي طالت أبناء المناطق الصحراوية الذين وجدوا أنفسهم بمخيمات التندوف قلة قليلة غرباء مهمشين يتحكم في مصيرهم وحياتهم أشخاص ينحذر معظمهم من بلدان الجوار الجغرافي الذين سيطروا بمساعدة عرابيهم من البلد المضيف على جميع مفاصل بوليساريو قبل أن يملأوا من السجون والقبر وفي هذا الصدد فقد رفع التصريحات الرجل الثاني في النظام القذافي الرائد عبد السلام جلود في شهر غشطة الماضي لقناة فرنس 24 بمناسبة تقديم مذكراته كل لبس حول ظروف وأهداف خلق بوليساريو حين أكد مباشرة على الهواء ما ظلت بوليساريو ورعاتها ينكروه طيلة نصف من الزمن حيث اعترف أنه هو من صنع بوليساريو لهدف الإطاحة بالنظام الملكي وأن القذافي أوكل إليه مهمة تسليح وتدريب وتزويد الحاركة بكل أسباب البقاء كما أكد أنه سافر بمعيط الرئيس الجزائر الراحل هواري بومديان إلى موسكو والتقياء الرئيس السوفيتي السابق ليونيداس بريزنيف واقنعوه أن حرب بوليساريو ضد المغرب هي حرب القوى التقدمية ضد ما سماه الأنظمة الرجعية الموالية للولايات المتحدة الأمريكية وهو ما سهل تدفق السلاح إلى مخازن بوليساريو وانخراط دول المعسكر الشرقي في حملة الاعتراف بهذا الكيان المصطنع وكشاهد عيان على المراحل الموسسة لمشروع بوليساريو لابد من الوقوف عند مسألة غائف الأهمية والخطورة وهي تلاعب الدولة المضيفة بالمكونات البشرية لمخيمات تندوف من خلال استجلاب ساكنة من قليم أزواد بمالي والنيجر وبعض مناطق الظل في موريتانيا والجنوب الجزائري ممن يشتركون في النفس اللهجة الحسنية مع الصحراويين وإدماجهم في تلك التجمعات ومنحهم وثائق بوليساريو بنية تذويب المكون الحقيقي وخلق ديمغرافية جديدة يسهل التحكم فيها وتطويعها حسب لجندات وهداف صانعي مشروع بوليساريو الذين أسندوا إدارة ما يسمى بالإحصاء بمعسكر رابوني إلى منتسبي أمنهم الذين يملحون أسماء ووثائق الموت الصحراويين ممن ينتمون للوائح تحديد الهوية والإحصاء الإسباني إلى أشخاص آخرون من خارج منطقة النزاع وهو ما يفضح الدوافع الأساسية وراء رفض إحصاص ساكنة تسجيلها من طرف مفوضية غوث اللاجئين بالرقم من الندات المتكررة لمجلس الأمن الدولي وتدخل عملية غراغ المخيمات بساكنة مستوردة من بلدان الجوار محاولة أخرى من طرف الدولة الحاضنة لبوليساريو لإطالة أمد النزاع وعرق للجهود الأمم المتحدة تنضاف إلى مقاطعتها لمسلسل الطاولات المستدرة التي اعتمدها مجلس الأمن وخرق اتفاقية وقفة لغنار بعدما تأكدت من رفع المغرب لمقترح اقتصام الصحرة الذي قدمته للمبعوث الشخصي السابق للمين العام سيد جيمس بيكر وهنا لا يسعني إلا أن أتساءل كيف يمكن لدولة تتبجح أمام العالم بالتزامها بالدفاع عن حق شعب في تقرير المصير بينما هي تفاوض في رضاهات الأمم المتحدة من أجل تقسيم هذا الشعب والأرض التي يتواجد عليها مع دولة أخرى وقفة لغة وضع effort اور تقسيم هذا الشعاب لانه الأمم المتحدة وقفة لنبعوث الشعب والأحد وقفة المتحدة وقفة زمان هذا يطلق